أنا هنا في مهمة شايفني قاعد بتفيج على حفلة؟ أنا ما يلزمنيش بتتفرج أو حتى ما بتتفرجش اللي عايز أقوله إن في واحد خلاني عرقص كإني برقص في حفلة يا دي الشاكوال أنت جاي ديشتكيها يعني أنا جاي أشتكي عشان حضرتك تضحك؟ هكلمه اسكت لو فتحت بقك تاني كده ممكن نحلة تدخل جوه بقك انت ليه متضايق قوي كده يا تواي احكيلي كل حاجة بصياحة وبطل كلام الألغاز ده يا هابو سينجي بقولك بهبهوتي هددني بالسكينة وخلانا رقص له طول الليل انت قصدك يعني إن في بوتي هددك بالسكينة وخلقته يقص له طول الليل؟ انت عوزنا غنهالك ما أنا بقولك هددني بالسكينة علشان عوزني أرقص ايوه ايوه حلوة قوي خلاص أنا كده فهمت طب قولي بقى انت فهمت ايه بالزبط في بوتي خلقت يقص له وما يديش يتفعلك أجيتك علشان كده انت متضايق عنده حق مش حلوة عشانه يعني أنا عمله أشرح لك وأقولك اوعى تقلق أنا هكلمه حالا أنا هكلمه وهبهدله ما تقلقش خالص ده أنا هعلمه دايس عمي وما هينساه قولي بقى هو قالك هيدفعلك كم يعني انت اتفقت تيقص له مقابل ايه ايه سكت بكام قولي أجيتك عشان عيافة هو أنت مفكر إن شغلتي إن أنا عرس بقولك هو اللي هددني علشان أعمل كده يعني هو كان خطفك عنده مثلا ما خطفنيش ولا حاجة هو أعمل خدع علشان أروح له بيته ولما روحت هناك خلاني أعمل كده يبقى أنت كده أصدق إنه أقنعك لا ده من الصح خالص أنا مفيش حد في الدنيا دي أكبرني إن أنا أعمل حاجة لكن بهبهوتي بقى هددني بالسكينة وخلاني أعمل كده غصب أني طيب يعني أنت عايز تعمل محضر يدده؟ آيوة هعمل مانوهاي دعم يا فندم أنت تكتب شكوتياجي للحزين ده بصوعة طب تمام بس بعد إذنك بعد ما تعملوا المحضر ده لازم تقبضوا عليه ويريد تحبسوه لأنه بيشكل خطر على حياتي ها ها يلا أعمل المحضر ده حالة يلا أنا هاخد إجياء سيئة مش عايزك تقلق طب تمام بس بلاشت أخد منه ميت روبية قصد يعني هيديك إكرامية كده بقى أنا اللي كنت هعمل لك محضر محترم وإنت اللي عملت يقصلي طول الليل وجايت يقول لي أني ما بيعش ضمي بميت يوبية إما لي يقصي بتاعك ده بيسوي كامية محتايم يعني إيه مش هتعمل المحضر مش هعمله إنت دايقتيني خلاص طب أنا هكلم المفوض هكتب لك المحضي من عيني آه أيها كده اكتب بقول لك إيه وعلى ما يكتب بقى فيجني كده وييني يقصك عاوز عيف كنت بتيقصلي إزاي بالزمد عاوزنا طبلك ما تحترم نفسك هكذا عند طب أقول لك بقى على حاجة أنا هشغلك موسيقى من التليفون بتاعي وتقعد تيقص عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر